السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بغادي ديوغو سعيدة جدا بلقياكم كنتمنى تكونوا دائما بخيروا على خير وفي احسن الاحوال كما كتشوفوا اليوم غادي نحضروا رغايف معمرين بالخضر كيجي من قلد ما يكون حشواء الديدة بزاف لانا غنوعوا فيها الانواع كثيرة ديال الخضر وايضا بعجين اللي معتمد عندي واللي جربوه بزاف منكم وعجبهم كيجي موراق وكيجي ورقة على ورقة وكيجي مقرمش كما كتشوفوا فنمشيوا على بركة الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير غادي نبدو بالعجين لانا غنخليوه يرتاح غنحتجو جوج كيسان ديال العنبة عامرين ديال دقيق الابيض وكاس ديال العنبة ديال الفينو ما يكون ش عامر بزاف الفينو هو دقيق القمح الصلب او القمح سبيسيال كل واحد اشنو كيسميه فغننضيفوا ليهم شوية ديال الملحة ونص معلقة صغيرة خميرة حلويات وغنجمعوه بالمدافي لانا الجو بارد غنجمعو بالمدافي كالجو سخون غديرو غير المادية الروبين بغينا عجين يكون ارتب ماشي مطلوق وماشي قاسح شفتو هذا هو القمم ديالو انا غلفته ببلاستيك غدائي وغنخليه شوية يرتاح ومن بعد نرجع عليه باش ندلكو ماشي بزاف غير شوية نخليو من بعد كندلكوه مزيان العجين ديال المسمن ضروري تدلك مزيان ودهنتو هنا بشوية ديال الزيت وغادي نرجعو نخليه يرتاح شوية وخه غير عشرة ديال دقيق من بعد كند نقطعوها كويرات كندهنو بلاتو بالزيت وكنبدو نقطعو كويرات انا ما درتهم ماشي صغار بزاف وماشي كبار هاد الكيمياء عطاتني عشرة ديال الكورات غنغطيهم ببلاستيك غدائي ونخليهم يرتاحو هادي هي المدة المهمة ديال الراحة غنخليهم يرتاحون مشيون نحضروا الحشوة بالنسبة للحشوة انا خديت هنية بصلة شوية ديال المكور او ليشو يعني ربع وحدة صغيرة جزارة وقرعة خضرة فلفلة حمرة قصبروا مع النوس فغنقطعو البصلة قطع صغيرة فانا استعملت هاد الموندولين كتقطعها رقيق وغنحتاجو كدري كيمياء ديال الدجاج على حساب اللي موجود عندكم وممكن تديرو غير الخضار الى ما توفرش الدجاج الدجاج درت معاها شوية ديال الزيت وكنضيفو ليه البصلة ونحطوهم فوق النار يتشحروا بالنسبة للجازار انا قطعتوه بالموندولين كما كتشوفو كيجيب حل العويدات او نحكوه في حكاكة غليدة الفلفلة حمرة قطعتها بسيكين مربعة صغيرة وكذلك ليشو قطعتوه شرائح هنا بعد ما شحرنا الدجاج ما نشحروش على نار مهيلة باش ما ينشفش لنا يطلق لنا المدية لو ينشف يعني النار تكون شوية عالية في اللول من بعد ما كيتشحر كننزلو هنا الفلفلة حمرة والمكور والجازار غنخليوه من بعد كنخليوهم حتى كيد بالو كيما كتشوفو كنبقاو مرة مرة كنقلبوهم ومن بعد ما كيتبالو كننزلو الجازر كنخليوه كذلك يتشحر واحد شوية حتى كيتبال ثم غادي نضيف القرعة الخضراء اللي قطعتها كذلك بالموندولين او نحكوها في حكاكة غليدة القرعة ما كتحتاش وقت كتير في الطياب باش بقالينا الخضراء بيني يعني مشي الدوب ما كنطيبوهاش بزاف من بعد انا ضفت واحد شوية ديال الزعتر كنحكوه بنيد دينا وغنضيف كذلك جوج الصوص ديالتو ما محكوكين كبار وشوية ديالتو المجفف وتوابيل سكين جبير نخرقون بالذيء وشوية ديال البزار ملحة حسب الضوك وكنخلطو هاد الخضر ودجاج حتى كتشرب لنا التوابيل نخليوهم يتشحروا واحد شوية الحشوة ما خاصش يبقى فيها الماء نهائيا ديال المسمن ومن بعد غنضيف شوية ديال الموتارد وفي اخر مرحلة غنضيف وجوج مع القكبار ديال الجبن انا درت جبن جبلي وممكن تديرو جبن متلاتات او مرباعات وشوية ديال القزبه رمعد نوس مقطعين سفيكن خلطو غير يدوب الجبن وكنطفيو النار مباشرة يعني ما نخليوش بزاف وكنخليو الحشوة ديالنا تبرد ومن بعد كنبدو نحضروا المسمن ديالنا وممكن بعد ما تبرد الحشوة ممكن نضيفو لها جبن محكوك انا غنضيرو من الفوق فارغايف كي ما غتشوفو معاي بعد ما كتبرد الحشوة كان بدو نورقو انا كنورق بخليط ما بين زبدة ديباء والزيت كان دير زبدة من اصل حيواني يعني من النوع الجيد وشوية ديال الزيت يعني زبدة كتكون غالبة على الزيت باش كي جيونار غايف زوينين هالطريقة ديرو هاي لقيتو العجين ديالكم مازال ما تتلقش يعني ما خدش لوقت الكافي ديالو فراحة نبسطوهم واحد شوية نخليوهم غير واحد جوج دقيق ونبدو نورقو كان دهنو سطح العمل وكان بدو نورقو وكان بدو نجبدو كما كتشوفو وإلا تقطع لكم شوية ماشي مشكي لان انا غنطويه على ربعة غير ما يتقطعش بزاف يعني اهم حاجة انو يتورق مزيان هذا هو السير باش كي جيونارغيف خفافين بزاف وكي جيو مورقين يعني ما كدجيش العجينة كثيرة وكان طوي بالطريقة العادية اللي كان طوي بارغيف على ربعة هنا غندهنو هاد المستطيل دائما زبداء والزيت هنا ممكن تستعملو الزبدة ديال البواطا او المارغارين غير يلا استعملتو المارغارين متورقوش بها يعني غادي غرشوا بها العجين من الفوق انتو مالعزين بحلاكة تقصافي لان مع البرد كتقصاح في سطح العامل وما غاديش نقدرون نخدمو مزيان كان الزور غيفا نحطوها جانبا ونشوفو واحدة اخرى يعني غنستمرو حتى نكملوهم كلهم بها الطريق إلا استعملتو الزبدة مارغارين ونورقو بالزيت وكندوبوها ونخليوها حدانا من اللي كانت نطلقو العجين بحلاكة كرشوها من الفوق انتو مالعجين را كيرتح كيو اللي سهل اننا نخدمو به كيو اللي عاطي الطوع وشوفوش حل كيتورق يعني ما يمكنش نورقوه كتار من هكا يعني كيتورق لماكسيمو ودائما ما ننسوش الجناب لانهم كيبقوا شوية غلط ونرشو خليط الزبدة والزيت ونطويه هنا طويت على الجوش وغادي نرش الزبدة والزيت ونطوي نكمل على أربعة نحطوها جانبا ونستمرو حتى نكملو الكيمياء كلها من بعد كن اخذو اول وحدة حضرنا كن نبسطوها غير واحد شوية مشي بزيف لانه مورق مزيان كيما شفتو وكندهنو واحد طبصيل صغير بالحجم اللي بغيتو تديرو بها رغيفة المناسب للقيس اللي درتو ديالا رغيف كنحطو فوق منو العجين كيما كتشوفو نحاولو نخرجو هدك الهواء اللي بين الطبصيل والعجين وكنحطو الحشوة هالطبصيل كيساعدنا انا نحطو الحشوة مقادة مشكل دائري وضروري العجين يكون نازل شوية من جناب جناب ديال التبصيل طبعا من بعد كنبدو نجمعو غير الاطراف شفتو من نهاية ديال العجين كنجمعو ويلا بقى فائد ديال العجين نقطعوه يلا بغيتو ممكن تخليوه ركي يجي مزيان لان العجين مورق فكيبقى لكم الاختيار نحطو فلاطا هنا غنشوفو واحد اخره نبسطو غير واحد شوية ونركزو على الجناب هما اللي كنا نورقوه ونحطو الحشوة ونجمعو جناب ونقطعو هاد الفائد ونقلبو بحلكة ونحطو في اللاطا هنا بعد ما كملت الكيمية اللي عندي فغناخدو اسفر بيضا مع شوية ديال لاصو السوجة غير قطيرات ديال لاصو السوجة وكندهنوهم وهاد العملية كسبقاء اختيارية ممكن الاستغناء عليها غير كتعطينا واحد اللون زوين للرغايف من بعد كندخلوهم الفران اللي يكون سخون مزيان من قبل على نار مهيلة كنشعلو عليهم فلول غير من الاسفل وكنخليوهم حتى كي يتحمرو من الاسفل وكنشعلو الفوق دارو ووري النار تكون مهيلة إلا بغيتوهم يجيوكم مقرمشين من بعد ما طابو انا خديت فرماج محكوك ودرتو من الفوق بحلكة كيما كتشوفو وغادي انا رجعهم للفران غير يدوب الفرماج صفي ونخرجهم هنا رشيت واحد شوية ديال قصبرو مع دنوس غير شيشة خفيفة إلا بغيتو صفي وكننرجعوهم الفران حتى كيدو بالجبن وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديالنا دياليوم كيجيو لداد زوينين ممكن نقدموهم مع شرباء او نقدموهم مع اتي فكيجيو من قلد ما يكون شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله